من اكتر الحاجات اللي بيدحكني في الطرح اللي بيقدموا الملحدين اللي بيهاجموا الاسلام انهم مش ملحدين ولا حاجة بل مؤمنين ايمان اعمى بدين اسمه العلم اه ايواق هم حولوا العلم لدين مش منهج للبحث وتقص الحقائق دين مؤمنين بايمان اعمى بيتمحكوا فيه وهم عمرهم مشاموا ريحته ولا يفقاه فيه شيء اصلا فيقولك انا مش مؤمن بالله انا اؤمن بالعلم ماشي براحتك مشكلة بس ان العلم ما ينفعش تؤمن بيه اصلا ما هو انت لو امنت بيه معادش علم بقى دين الايمان بيكون بس بامور غيبية انت ما تقدرش تتعامل معها بشكل ماتي عشان كده مفيش وسيلة للتعامل معها الا بالايمان سواء كان اعمى او على بينة او بالانكار برضو سواء كان اعمى او على بينة فانت مدومت بتتعامل مع العلم على انه منظومة ايمان منظومة عقائدية فانت ابعد ما تكون عن العلم اللي بتتمحك فيه بل حولت العلم الى كوكتيل خرافات غير علمية اساسة ازاي كلامت هالليوم مثلا بيتكلموا دايما وكأنما العلم المادي قدر فعلا يفهم طبيعي كل حاجة في الحياة وكون هاها ومعرفوش ان دي فرضية ملاش اي اساسة علمية ان ده مجرد اخضاع للعلم للفلسفة المادية اللي هي نظرة فلسفية مش مبنية على بحث علمي اساسا يعني فانت لما تنطلق من النظرة دي انت بتنطلق من عقيدة من ايمان اعمى بفكرة مفيش عليها دليل بس بتدعي انك بتتكلم كلام علمي بس زي ما قلت انت ابعد ما تكون عن العلم اللي بتتمحك فيه فاتحالوا نشوف امثلة على العقائد اللي بيؤمن بها العلمجية ايمان اعمى وبيتدعوا ان كلامهم ده علمي وبعد كان يمكن بقى نمسك واحدة واحدة كده نفصصها بالتفصيل في حلقات تانية عندنا مثلا عشر افتراضات بيؤمن بها العلمجية ايمان اعمى بلا دليل وبينظروا من خلالها لكل حاجة في الكون العقيدة الاولى ان الكون مجرد ما كانة كبيرة ما كانة كبيرة كلنا محشرين جواها وكل الكائنات عبارة عن الات روبوتات على حد تعبير ريتشر دوكنز احد كبار انبياء الالحاد يقولك ان البشر مجرد روبوتات عبيضة البني ادم عبارة عن روبوت وعقله هو البروسيسور ونظام التشغيل بتاعه متبرمج ومكتوب في الجينات ده كلام بلا دليل مفيش دليل قطعي علمي على الكلام تاني عقيدة المادة غير واعية يعني ايه يعني الكون كله عبارة عن مادة بلا وعي بلا روح الكون مادة ومن وراء المادة ولا حاجة برضو مفيش دليل قطعي علمي تالت عقيدة قوانين الطبيعة سبتة ان قوانين الطبيعة النهاردة هي هيها اللي كانت موجودة في بداية الكون من اول البيك بانج او الانفجار العظيم وهتبضل سبتة الى الابد مش القوانين بس بل كمان ثوابت الطبيعة زي سرعة الضوء سرعة الصوت الاخ برضو زي ما هي لا تغيرت ولا هتتغير عشان كيرو ما سموه سوابت رابع عقيدة ان كمية المادة والطاقة الموجودين في الكون سبتين لا بيزيدوا ولا بينقصوا ثامس حاجة ان الكون عبث ملهوش غاية ولا هدف وان التطور بيحصل بلا اي غاية او اتجاه معين عشوائية تامة سادس حاجة صفاتنا الوراثية البيولوجية مادية تماما مجرد اكواد متبرمجة في الدين ايه وبتتنقل بطارية اوتوماتيكية آلية تماما سابح حاجة ذكرياتنا وافكارنا لها كيان مادي ان كل افكارنا وذكرياتنا هي عبارة عن خلايا عصبية حصل وصلات عصبية ما بينها بشكل معين بمرور الزمن وان المشاعر عبارة عن تفعولات كيموية في المخ برضو مفيش دليل قطعي على الكلام تامن حاجة ان عقلك موجود جوا مخك جوا راسك ووعيك ده يدوب نصاط بيحصل جوا السندوق ده اللي هو الرأس دي بس مفيش حاجة تانية بتتحكم في الوعي غير كده تاسي حاجة ان الظواهر النفسية زي التخاطر عن بعض او التلابثي مستحيلة الحدوث وده ليه بناء على العقيدة اللي فاتت ان افكارك هي مجرد تفعولات كيموية جوا مخك انت ولا يمكن لكلها تأثير برا المخ او الجسد عشر حاجة الطب المادي اللي بيتعامل مع الجسد المادي هو الطريقة الوحيدة الفعالة لعلاج الامراض وده السبب في ان الحكومات بتدعم بس بحوث الطب المادي المبني على ان الانسان عبارة عن جسد ومخ بس وبيتجاهلوا الطب البديل مثلا واللي الفلسفة العلمية المادية شايفة انه مستحيل يقدر يعالج اي حاجة واذا قدر يشفي اي مريض من اي مرض فعلا يقولك ده بلاسيبو ده شوفي بالوهم طب ما وخف في النهاية برضو انت كده ما نفتش انه خف يعني العشر عقائد دول هم اكتر عقائد سائدة في المجتمع العلمي وتاني ليه اسمها عقائد لان العلماء بيؤمنوا بها ايمان اعمى بيعتبروها مسلمات مع ان مفيش دليل علمي مادي خطعي عليها ومع اننا لو فصصنا كل واحدة منهم هتلاقيها بتتهدم قدامة كده لان الوقع بيخلفها تماما خلونا نمسك باختصار كده اول عقيدة مثلا هنبقى نتكلم فيها بعد كده بالتفصيل ان الكون مجرد الى ضخمة عقيدة من بقاية الافكار والتصورات القديمة عن العالم من قبل الستينات لما كان الناس متخيلين ان الكون ازلي بلا بداية ولا نهاية وانه محكوم بقوانين رياضية ازلية لكن في الستينات طلعت نظرية الانفجار العظيم البيج بانج وقالت ان الكون ليه نقطة بداية وبالرغم من كده فضلت برضو الفكرة بتاعت ان الكون عبارة عن آلة ضخمة محكومة بقوانين سبتة فضلت الفكرة دي موجودة ومحدش رجعها بالرغم من ان نظرية البيج بانج بتتكلم عن كون بيتغير وبيتطور بمرور الزمن وعمره حوالي 14 مليار سنة بقاله 14 مليار سنة بيتطور وبيتغير بيكبر وبيتسع وبيبرد وبتظهر فيه انماط وتكوينات جديدة ومع ذلك لسه برضو بيقولوا ان قوانينه سبتة وما بتتغيرش معلش فوتولنا دي واحنا برضو هنفوتلكوا ان فيه معجزة حصلت في لحظة من الزمن وظهر الكون فجأة بكل طاقته وعناصره من العدم ولا تعيرني ولا عيرك طب ماهو فيه عالم بيكبر وبيتطور مش معنى يعني القوانين اللي هتفضل سبتة وما بتتغيرش طب ما قوانين البشر بتتغير وبتطور ده انتو بتقولوا البشر نفسوه مطوره الحقيقة ان فكرة القوانين اساسا فكرة بشرية خالصة يعني البشر هم الكائنات الوحيدة قوانين فانت لما تقولوا ان الطبيعة مشي بقوانين سبتة انت بتقول ببساطة ان الطبيعة دي عندها وعي ما يخليها تختار انها تطيع القوانين زي البشر بالظبط ليه ما تكونش الطبيعة عندها عادات بتتغير بمرور الزمن مش قوانين سبتة مثلا يعني طب بالنسبة لثوابت الطبيعة هل هي فعلا سبتة؟ سرعة الضوء، سرعة الصوت، ثابت الجاذبية أو ثابت نيوتن كتب الفيزياء بتقول إنها ثوابت وبتحدد قيمتها كمان لكن في الحقيقة لو قارننا بنقيمة الثوابت دي في كتب الفيزياء على مدار السنين ألاقي إن سرعة الضوء مثلا قلت حوالي 20 كيلو متر في الثانية ما بين سنة 1928 و 1945 20 كيلو متر في الثانية فرق ضخم يعني إذا كان الفرق لما بيكون كسور عشرية بيغير النتائج بشكل كبير ما بالك بعشرين كيلو متر في الثانية وبعدين سنة 148 رجعت سرعة الضوء زادت تاني لما العلماء اتسألوا عن الموضوع ده إزاي حصل التغيير ده انت مش بتقول يا جدعان إن سرعة الضوء سبتة قالك ما وحنا كعلماء في علم المقاييس اجتمعنا وعملنا مقاربة فكرية واتفقنا على سرعة محددة حاجة كده زي مجمع نيقية لما علماء المسيحية من طواقفها المختلفة اجتمعوا عشان يتفقوا على تصور واحد بخصوص المسيح قالك عملنا مقاربة فكرية النقطة إن هم متخيلين إن هم عشان قاعدوا مع بعض قاعدة عرب وحددوا رقم ثابت لسرعة الضوء إنها كده مش هتتغير هي مقدبة وتسمع الكلام نفس الحكاية مع ثابت الجاذبية أو ثابت نيوتن العلماء لما بيقسوها دايما بيطلعوا نتائج مختلفة بتختلف من مكان لمكان ومن وقت للتاني وتلاقيهم برضو بيجمعوا الأرقام ويقربوها ويواصطنوها ويطلعوا رقم تقريبي ويقولوا إنه ثابت يجد عنا الرقم تقريبي إزاي بقى ثابت قالك لا إحنا مؤمنين إيمان أعمى إنه هو ثابت فهو مقدبة ويسمع الكلام مش هتغير في الحقيقة كتير من الحاجات اللي علماء بيقولوا عليها ثوابت بتتغير باستمرار زي أسهم البورصة كيف نسيبنا من الفيزياء وخلونا نبص على عقل الإنسان العلم إلى اليوم بيقف عاجز قصات فكرة الوعي البشر إيه هو الوعي ده وليه وإزاي العلم المادي ما عندوش أي فكرة العلم المادي مثلا بيفترض إن أفكارنا ليها أثر مادي جوه المخ فعلا إن أفكارك جوه دماغك ما بتتخطوهش بره في حين إنه واقعيا تجارب الإنسان مش كلها بيكون جوه دماغه مثال بسيط على ده لما حد بيبصلك وإنت مش شايفه هل ممكن يأثر فيك؟ لكن هل عمرك حسيت إن في حد بصصلك ولقيت نفسك بصت في اتجاهه وتو بيبص ليه؟ أو دي تجربة من بره عقلك مش من جوه الشخص اللي بيبصلك ده إنها تجربة شخصية أنا مش هقدر أثبتها الكوي ما بتثبتش حاجة يعني لكن ممكن تخليكوا تفكروا وتدوروا على تجارب في حياتكم ممكن تكون شبيهة لها يعني تبقى يلكوا قد إيه للعلم مازال قاصر جدا في تصوراته وإن قوانينه مش قوانين أوي يعني فما تحبكوهاش يعني أنا شخص خلقتي وطبيعتي إن عقلي وعواطفي منفصلين تماما مشاعري ما بتبانش على وشي أغلب الوقت فاصل فيشة المشاعر دي خالص بتعمل بالعقل بس عشان كده في المواقف اللي بتحكمها المشاعر أنا فعليا بهنج يعني حس بالتوهان والعجز لأني مش عارف مفروض أعمل إيه في المواقف ده أتصرف إزاي عقلي مش قد يفهم ويحلل المشاعر دي فتلايني مثلا عادة يعني ما بحزنش في مواقف الموت مش لأن اللي مات مش عزيز علي أو مش مهمة بالنسبة لي ولكن لأن عقلي بيحسبها إن أحزن ليه ما كولين هموت ودي حاجة طبيعية جدا وأنا كمان هموت كم سنة أو ممكن أموت دلوقتي حالا يعني إيه علاقة الزعل بالموضوع والحقيقة أنا كنت بدائي جدا من نفسي اللي شعوري بالعجز عن الحزن في حالة الوفاة وكان دايما من صغري عندي الهاجز ده إن يا ترى لو حد عزيز قوي علي توفى هيكون رضي فعلي إيه وأنا الحقيقة علاقتي بوالدي كانت علاقة غريبة شوية إحنا بنحب بعض طبيعي بس إحنا الاتنين انتواقيين وكلامنا قليل فإذا عادنا مع بعض ما بنعرفش نتكلف فما بالك بالتليفون فكانت علاقة حب من بعيد لبعيد وبسبب إيه لتكلامنا يعني أنا فعليا ما كنتش عارف حاجات كتير جدا عنه وهو أبرطه وهو ما زلت آخر ست سنين من عمره الله يرحمه يعني ما تقابلناش نهائي يعني بسبب ظروف خارجة عن إرادتي ويوم وفاته حصل لي حاجة غريبة جدا والأغرب إن ده حصل قبل ما يوصلني خبر الوفاة أصلا وتقريبا في الوقت اللي حصلت فيه الوفاة يعني أنا عموما شخص ما بحسش بالبرد أنا ببقى دايما حران ولبس خفيف في حين إن كل اللي حوالي متقلين ومقفزين في اليوم ده فجأة بدون مقدمات أنا لقيت نفسي بتنفض من البرد من جوايا أنا مش عارب جرات والإحساس دولة لأ قبل كده شعور إن البرد نابع من جواك مش من الجو برا الجو برا كان كويس ما كانش برد لكن أنا كأن دم يتحول لفريون بيمشي في جسمي فبقيت قاعدة تنفض من البرد والبست جاكت وقعدت تحت دفاية ما اللي بيشتغلوا بالغاز يعني كان فيه فوقي نار وما فيش أي فرق كل ده وأنا مش فهم فيه إيه إيه اللي بيحصل مش فهم لسه خبر اللي بفهم ما وصلنيش يعني أنا عدت بقى الوضع ده كانت ساعتين تلاتة تقريبا ولا حاجة وجات لي الرسالة على الموبايل ساعتها أنا كأن عقلي وقلبي كل واحد فيهم شغال مع نفسه وجسمي في عالم ته وكله خارج السيطرة عقلي مش مستوعب إيه اللي حصل ولا عارف يعمل إيه وجسمي في نفس الوقت أنا أصلا مش ملموم عليه أساسا يعني ومش عارف روحت البيت إزاي يومها أنا ما عنديش تفسير اللي حصل ده لو زي ما العلم المادي بيقول إن إحنا كبشر مجرد روبوتات فأنا يعني أنا ممكن أكون أفضل نموذج تضربه الموضوع الروبوت ده موضوع إن الإنسان عبارة عن جسم وعقل بس وإن تجاربه ما بتتخطاش حدود صندوق دماغه لكن التجربة دي بتقول غير كده خالص الموضوع بسبب شدته ووضوحه بالنسبة لي مش ممكن يكون صدفة ولا يعني خصوصا إنه اتكرر من كام يوم لمجرد إن أنا جبت سيرة والدي في نقاش بيني وبين صديق فليا في العمل يعني أكبر مني في السن وبيتكلمني عن ابنه فاكيت مناسبة مش فاكر إيه هي إن أنا أحكي له عن موقف مشابه بيني وبين والدي برا وإحنا في أغسطس لقيتني بتنفض من جوايا زي يومها بالصد تجربة أنا متأكد إن الناس كتير مروا بتجارب مشابهة ليها تجارب بتقول إن إحنا بشر مش مكان وإن فينا مكون غيبي مش بس جسد ومخ في روح منحسها بس علمنا القاصرة والبدائية جدا بسبب كونها مادية عجزة تماما عن التعامل معها وإلي بيتمحكوا في العلم خصوصا يعني من شباب صغير اللسه مخدش معترك الحياة ولا فهم الدنيا ولا حتى فهم نفسه لقي بيردد كلام مدعي العلم من كهنة الإلحاد ومؤمن بإيمان أعمى ملحد بس مؤمن الحلقة دي مجرد مقدمة للموضوع هنتكلم بعد كده عن كل عقيدة من العقائد اللي علم المادي يقايم عليها بتفصيل أكتر كلامي ده طبعا مش معناه إن بحارب العلم أكيد لا اللي بقوله هو إن اللي بيتمحكوا في العلم هم اللي بيحاربوا العلم لأن العلم تجريبي لما يتحول إلى منظومة إيمانية يقول لك أنا أؤمن بالعلم هم كده بيهدموا العلم ذاته وبيحولوا إلى كوكتيل خرافات بس ملعب السنة هبلطوا أبيض المصادر هتلاقوها في وصف الفيديو ونشوفكم على خير إن شاء الله